هناك دولة علمها فيه رشاش بس هذا الرشاش قد عملية تحول سحرية لمجتمعاتها الدولة هي موزنبيق والرشاش موديل AK-47 الشهير باسمه كلاشنكوف السلاح اللي أغرمت فيه كل ميليشيات القرن العشرين موزنبيق دخلت دوامة حرب أهلية استمرت أكثر من 15 سنة قتلت أكثر من مليون شخص وخلفت 300 ألف يتيم وملايين النازحين وطبعاً كان هناك الكلاشنكوف اللي أحب هؤلاء الذين وضعوه في علمهم سهل الاستخدام جداً حتى الأطفال يقدرون يستخدمونه واستخدموه فعلاً خصوصاً أن الرصاصة من الطفل لها نفس أثر رصاصة من الكبير حين تمزق أنسجة الإنسان وتسكن بين ضلوعه واتخيمة موزنبيق بالأسلحة من كل أنحاء العالم كان سعر الكلاشنكوف الواحد يكفي لإعالة الطفل من المهد إلى الرشد ومع ذلك كان هناك أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في موزنبيق في مقابل 3 ملايين نازح يتخاطفهم الموت والجوع والوباء والملاريا ليه كانت الحرب؟ لا أدري أكيد أن المتحاربين اقتتلوا على شيء مهم من وجهة نظرهم لكن اليوم لا أحد يتذكر المبرر على وجه التحديد وعندما قرر المحاربون التوقف عن كل هذا الجنون بقيت مشكلة مشكلة الأسلحة كان الكل خائف أن يتخلى عن سلاحه لكن الخوف ليس من سلوك الشجعان وهكذا تصدى مجموعة من الفنانين لإبراز فضيلة التخلي عن السلاح بحيث صار رمي السلاح هو البطولة وقتها دشن الفنان الموزنبيقي كاستر عمله الفن الخالد اللي سماه عرش من أسلحة صممه ككرسي من رشاشات صنعت في البرتغال وكوريا الجنوبية وألمانيا وروسيا وبولندا وشيكوسلوفاكيا كان أبناء البلد الواحد اللي أنهكهم الجوع يقتلون بأسلحة مستوردة من كل أنحاء العالم شيئا فشيئا تحول الشعب لأن يعد أحد أعظم الأعمال بطولة هو أن يرمي الرجل سلاحه وينضوي تحت راية السلام في عام 2002 اشترى المتحف البريطاني هذا العرش وحقق شهرة كبيرة وأطلق عليه لقب أكثر قطع المعرض بلاغة في إيصال رسالته للزائرين على عكس العرش الحديدي في لعبة العروش اللي صنع من ألف سيف باليري صمم هذا العرش كي لا يمتطيه أحد وفي المتحف البريطاني اللي يضم حجر رشيد اللي فكك أسرار اللغات القديمة يستحق لقب البلاغة كرسي قطعة أثاث طبعا ما ننسى أن موزنبيق اليوم أفضل حالا والمجد لم يعد لأولئك الذين حملوا كلاشنكوف وإنما للذين تخلوا عنه